اشتركوا في القناة ارسموا واشوف بعدين المساحة تحت المنحنة لالو فهذا الاشي ابدا مش منطقي فعشان هيك في عنا قوانين للتكامل هي اللي رح نستخدمها بحيث انه نصير كامل الاقتران باستخدام هدول القوانين ونحسب قيمة التكامل هلأ اول قانون عنا اياه او هو بمثل كمان خاصية من ضمن الخصائص اللي حكيناهم اللي هو التكامل للK في F of X DX هو بساوي في تكامل F of X DX يعني هون حكينا انه الاقتران لما يكون مضروب بعدد ثابت فهذا الثابت منقدر نخرجه خارج التكامل هلأ الخاصية التانية او القاعدة التانية برضو هي من ضمن الخصائص اللي حكيناها اللي هي التكامل F of X زائد او سالب G of X DX هي بتساوي التكامل لF of X DX زائد او سالب تكامل G of X لD of X يعني هي هون عبارة عن انه اذا كان في عنا تكامل لجمع او طرح اقترانين فانا التكامل بقدر اوزعه على الجمع والطرح ولكنه لا يوزع على الضرب والقسمة هذا هون اهم يعني اهم وحدة هي هاي هلأ ننبلش نحكي عن القوانين هلأ في عنا التكامل للعدد الثابت او الاقتران الثابت بساوي K في X زائد C هلأ على اي اساس نحن ضفنا ال X وعلى اي اساس ايش هي السي اصلا بعدا زي ما انتو شفتوا بالفيديو اللي قبل كان هون في عنا حدود منحكي عنها هلأ طالما هون في عنا ارقام موجودة او حدود للتكامل فهون منسمي هذا التكامل تكامل محدود بينما لو ما عنا اطراف للتكامل او حدود للتكامل منسميه تكامل غير محدود هلأ قيمة هلأ مثلا في الاشتقاق لما كان في عنا اتنين اكس تربيع زائد خمسة كاشتقاق كنا نشتقها عبارة عن اربعة اكس زائد صفر هلأ هاي هون صفر بس هي اصلها كانت خمسة هاي كاشتقاق طب بالتكامل انا لما يكون في عندي قيمة كي فاكيد في عندي حد برضو انشال عندي اياه فعشان هيك منحط بداله سي فاذا هذا السي هو بدال الحد الثابت اللي منكون شايلينه من الاشتقاق هلأ هاي الكي اكس كيف صارت زي ما احنا هون حكينا او اعطيكم مثال تاني اوضح لما يكون في عنا اتنين اكس مثلا زائد عشرة خلينا نحكي هلأ هون لما بدي اشتقها هي راح تصير عندي اياها اتنين زائد صفر فهاي الصفر احنا اللي مثلنا فيها قيمة سي انه هي بالاصل كانت عشرة مش صفر فعشان هيك ضفنا السي قيمة الاتنين هاي هي بالاصل كانت اتنين اكس مش اتنين لحالها فقيمة الكي لو اعتبرنا انه هي عبارة عن اتنين فالتكامل لالها يعني بدي ارجعه للاقتران الاصلي فهي حتصير عنا اياها كي اكس فهون من هون جبنا قيمة الاكس ومن هون جبنا قيمة السي اللي هي للحد اللي اصلا لما اشتقنا صار عنا يا صفر هلأ هنكمل نحكي عن القوانين في عنا التكامل لالاكس قوة ان دي اكس هو بساوي اكس قوة ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد سي هلأ دائما هاي زائد سي راح نضيفها لكل القوانين ولأي تكامل غير محدود راح نضيف قيمة سي اللي هو القيمة الثابتة اما في التكامل الغير محدود راح اكتفي اني اكامل الاقتران اللي عنا ياه ونعوض اطراف الفترة او الحدود تعوني التكامل ونحسب الجواب للتكامل هلأ هون بهاي القاعدة اهم اشي ننتبه انه قيمة الاكس اللي عنا ياه هو اقتران خطي يعني ما بنحكي اكس تربيع او اشي تربيع او غيره فهي لأ اكس قوة ان هي بتساوي اكس قوة ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد السي هلأ نفس هاي القاعدة لو نشوفها هون عشان نفهم ايش هو القيمة الخطية اللي اصدي عنها هلأ هون تكامل لا اكس زائد بي قوة ان يعني هذا هون ما داخل القوس هو لازم يكون خطي مرفوع للقوة ان فبكامله بنفس قيمة الاقتران اللي خطي في ان قوة ان زائد واحد على ان زائد واحد اللي هي قيمة الاس في مضروب في قيمة الا قيمة الا اللي هي معامل اكس معامل الاشي الخطي يعني لو نرجع لهاي القاعدة هي نفس الاشي راح نلاقيها المقام هيكون مضروب بواحد اللي هي معامل اكس فعشان هيك لازم ننتبه انه في التكامل دائما الاقترانات لازم تكون عنا اياها جزء منها لازم يكون خطي عشان اقدر اكامله هلأ هون تكامل واحد على اكس برضه هون المقام المقصود فيه انه يكون خطي فبتصير حنا اياها التكامل للواحد على اكس هو بيساوي لن للقيمة المطلقة للا اكس زائد سي القيمة المطلقة اللي هي الابسوليد فاليو هلأ اللي هي نفس هاي القاعدة اللي هون هاي حكيناها اللي هي التكامل من واحد على اكس زائد بي اكس زائد بي اللي هو المقام لازم يكون خطي وهون نفس الاشي اكس كانت خطية فوقتها حيكون التكامل هو عبارة عن لن للابسوليد فاليو لأكس زائد بي على اي اي اللي هي معامل اكس زائد سي هاي دائما نبدن حط هلأ التكامل اي قوة اي اكس زائد بي هون القوة برضو لازم يتكون خطية عشان يكون التكامل تبعها الاقتران نفسه على معامل الاكس في لن الاساس يعني ان شاء الله يكونوا وضحين بالنسبة للكم بس بمجرد بانكم تشوفوهم حتى يعني حيكونوا وضحين للكم هلأ هون تكامل اي قوة اكس اللي هي زي هاي برضو لازم انها تكون خطية لدي اكس هي بتساوي اي قوة اكس على لن ال اي يعني الاقتران نفسه على لن ال اي في معامل الاكس اللي هو هون كمان رح تكون ضرب واحد اللي هو معامل اكس يعني هدولا التلات قوانين اللي هون هم نفس بعض هلأ هون تكامل اي قوة اكس برضو هون الاكس عبارة عن اقتران خطي فتكامله هيكون الاقتران نفسه على لن الاساس اللي هو اي في معامل الاكس اللي هو واحد فهدولا يعني اوكي هون في عندنا عشر قوانين بس هما تقريبا في منهم اشياء مكررة فان شاء الله تكونوا انكم فاهمين انهم يعني طبعا بس انحلي الامثلة رح يتوضحوا اكيد بشكل اكتر هلأ هون كمان في عنا قوانين للتكامل للاقترانات المثلثية اللي هم الساين والكوساين وغيرهم رح برضو اقرألكم اياهم وبالامثلة ان شاء الله رح يتوضحوا اكتر هلأ هون التكامل لسنشل اكس دي اكس هو بساوي كوشل اكس زائد سي وتكامل كوشل اكس دي اكس هو بساوي سنشل اكس زائد سي يعني هدولا هون لما احنا نحكي عن الاشتقاق للسنش كان يعطينا كوش بس التكامل للكوش هو بساوي سنش يعني هون في الاقترانات المثلثية عكس بالضبط هم عكس الاشتقاق هلأ هون التكامل واحد على واحد زائد اكس تربية هي بتساوي تاني الانفرس للأكس زائد سي بينما في الاشتقاق كنا نحكي مشتقة التاني الانفرس للأكس كانت تتساوي عنا هذا الحد بس كتكامل رح اصير اعكس الارقام هلأ تكامل واحد على جدر الواحد زائد اكس تربية دي اكس هي بتساوي ساين الانفرس للأكس زائد سي تكامل كو ساين الاخس دي اكس هي بتساوي ساين الاخس زائد سي تكامل ساين الاخس دي اكس هي بتساوي سالب كو ساين الاخس زائد سي تكامل سيكن تربية الاخس دي اكس هي بتساوي تاني الاخس زائد سي تكامل كو سيكند تربيع X DX هي بتساوي سالب كو سيكند X دي X هي بتساوي سيكند X زائد C تكامل كو سيكند X في كو تاني X لدي X هي بتساوي سالب كو سيكند X زائد C طبعا هلا أهدولة مش كلهم مكتوبين في غيرهم كمان من ضمن قوانين الاشتقاق حكينا عنهم بس بمجرد بينكم تعكسوهم حتلاقوا التكامل تبعهم بس عشان الوقت برضو هلأ هدول آخر قاعدتين عنا إياهم هما نفس اللي قبل بس بحالة إنه لما تكون الزاوية عنا إياها مش إكس لحالها لما تكون عنا إياها اقتران خطي اللي هي مثل مثلا إي إكس فوقتها تكامل صيني إي إكس لدي إكس هو بساوي سالب كوسيني إي إكس على إي يعني هون نفس الإشي يعني هون كيف كنا نحكي تكامل صيني الإكس بساوي سالب كوسيني الإكس هون قصمنا على إي الإلأ هي معامل إي إكس تاعت قيمة الزاوية وهون نفس الإشي تكامل كوسيني إي إكس دي إكس هي بتساوي صيني إي إكس على إي زائد سي أهم إشي في قوانين التكامل لما نيجي نكامل لازم ننتبه إنه اللي داخل القوس اللي مرفوع لقوة الإن لازم يكون خطي زاوية الاقترانات المثلثية لازم تكون خطية الاسس لما بدي اجأة كاملها لازم تكون خطية المقامات لما اجأة كاملها لازم تكون برضو خطية يعني اغلب القوانين تعاني التكامل لازم يكونوا خطية هلا ان شاء الله بس نحلي الامثلة رح يتوضحوا اكتر طبعا في قوانين غير هدول هم نقدر ناخدهم من خلال قوانين الاشتقاق انه بس بمجرد ما انا عكسنا هم رح نلاقي التكامل ليلهم ويعطيكم الف عافية